ترجمة نانسي قنقر وخيمة على قطر التقرير التالي يسلط الضوء على أبرز الوثائق المزورة بين الزوري والبهتان خطت قطر بأحبارها فصلا كاملا من التزوير ليست مرة أو مرتين بل مرات ومرات أقدمت فيها قطر على تزوير أوراق رسمية لانتزاع حق لم يكن لها من البداية ولن يكون فبلا مسئولية وبكل رعونة زورت قطر على مدى التاريخ وثائق لرؤساء وحكام ودول وإليكم أكبر عملية تزوير في تاريخ العدالة الدولية ففي وثائق قطر المزورة احتلت مراسلات ملوك البحرين والعوائل البحرينية حيزا كبيرا إلى جانب مراسلات لحكام دول خليجية كل هذا التزوير أراد أن يلفق القصص من أجل إثبات روايات قطرية ملفقة تهدف إلى تحقيق أجندة سياسية لكن علماء مكافحة التزوير أبطلوا صحة الوثائق فهذه رسالة خطية باسم صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي الخليفة ملك البحرين طيب الله ثراه تعود لعام 1934 وكانت موجهة للشيخ أحمد الجابر الصباح ويظهر فيها الختم الأصلي وأما هذه فهي رسالة مزورة منسوبة للشيخ حمد بن عيسى بن علي فختمها المزور ليس بشاكلة الختم الأصلي للشيخ حمد وليس بنفس الأسلوب ولا نوع الخط ولا تحمل في تذييلها تواريخ عكس ما كانت عليه الرسائل الأصلية ولم يقتصر الأمر على ذلك فقد أرادت قطر للقصص المزعومة أن تزور على مستويات رفيعة وقد أفرد الخبراء فصلا خاصا للتزوير في رسائل منسوبة لحكام أبو ظبي ودبي وظهرت التحقيقات تزوير النصوص والأختام والتواقع كذلك هو الأمر في رسائل المالك عبد العزيز فقد اتضح جليا حجم الفرق بين الرسائل الأصلية للمالك عبد العزيز الخارجة من ديوانه سواء تلك المكتوبة بخط يده أو بآلة الكتابة ومن غسالة مزورة واحدة يتبين حجم التزوير ناهيك عن تزوير الرسائل باسم عبد الرحمن القصيبي ممثل للمالك عبد العزيز في البحرين آنذاك كما أن قطر زورت بأسماء سكان البحرين تزعم أنهم من كتبوها وفحو الرسال تهدف إلى إثبات ما تدعيه قطر في عدد من المواقف لكن العريضة الأصلية تثبت عكس ذلك تماما والتي وقعها عيان من أهل البحرين هم أيضا أبطل صحة المزاعم القطرية مغامرات قطرية تاريخية لا يمكن اعتبارها سوى أنها جريمة نعم جريمة التزوير المدوية التي تدين الدوحة وتعزز موقف البحرين لا سيما أمام المجتمع الدولي ومن تحدثه نفسه بتزوير الورق ليس بعيدا عليه تزوير كل شيء المق ducks اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا